أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ألا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً سداً فأوشيناهم فهم لا يبترون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وادرب لهم مثلاً أصحاب القرية إسجاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم أسنين فكذبوهما فعذذنا بسالث فقالوا فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما ألينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لعلم تنتهو لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعاه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتأخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدرق لا تغني أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي دولال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميدة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكلون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مثلمون والشمس تجدي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نبرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وبتاء إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا قيل لهم أنفكوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في جلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجتاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسفاجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيشها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوهم مبين وأن يعبدوني هذا سراد مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوح اليوم بما كنتم تكفلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبسلون ولو نشاء لبسخناهم ألا مكانتهم فما استطاعوا مديجا ولا يرجعون ومن نؤمنه نركسه في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويحك القول ولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت عيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتهذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسلون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين ودرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رمين كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبز العسف والريحان فبعيك آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجن من معرج من نار فبأيه آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلطقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكران فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقتار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من ناري ونحاس فلا تنتسران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فقانت وردة قد حان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل أنزم به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين ألاف ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ندهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أينان للدوختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقسورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان